التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالدوان الامرياء اللجنة المنظمة للعرس الجماعي بالفجيرة برئاسة اعبيد راشد اليماحي وطلع سموه على تجهيزات اللجنة وخطة عملها في التحضير للعرس الجماعي الخامس والعشرين الذي يقام في شهر نوفمبر المقبل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيرة ودعم ورعاية سمو ولي عهد الفجيرة وبمشاركة واسعة من شباب امارة الفجيرة المقبلين على الزواج ووجه سموه بدعوة الشباب الى المشاركة والتسجيل في المناسبة مشيرا الى دور الاعرس الجماعية في تعزيز قيام التكافل المجتمعي وتقديم الدعم لافراد المجتمع لبناء اسر متماسكة تحظى بحياة كريمة وروابط اجتماعية مستقرة